لذا أنا في أول البحث حاولت أن أبين للمشاهد الكريم أن هؤلاء عدهم إصرار أن كل صحابة لأنهم يريدون أن يرتبوا هذه النتيجة الخطيرة العقائدية والعملية يعني واقعا فقط بمجرد أن جاء هكذا ووقف ورأى رسول الله فصار ماذا؟ صحابية عدلا أو جاء رآه في المسجد صلى خلفه من بعيد مولانا رآه صار ماذا؟ صحابية صار عدلا صار طاهرا صار صار مئة عنوان وعنوان لهؤلاء والغريب دكتور والغريب نحن عندما ندعي هذه العناوين من الطهارة والنزاهة والصدق وغيرها في علي وأولاد علي يقول من أين ذلك في القرآن؟ هذه مغالاة مع أنه ورد في علي وأهل بيتهم ما لم يرد في أحد من العالمين القرآن ذكرتها القرآن لم يفكر أبدا أصلا لا أستذل بالقرآن حتى يقول أستذل بحديث السقلين حديث السقلين المتواتر بين علماء المسلمين أي يوجد عندكم حديث واحد حديث واحد حديث واحد متواتر بين علماء المسلمين يمدح ماذا؟ صحابي غير علي علي أفضل الصلاة والصلاة أتحدى أتحدى هنا هنا موضع التحدي العلمي وهذا إنما أنا أثرت هذه الأبحاث لأن بعض الإخوة اتصلوا بي قالوا لي سيدنا لماذا هذه الأبحاث؟ قلت بيني وبين الله هذه الأبحاث كانت بطلب من الفضائيات بطلب من المواقع لأنه خرجوا في الفضائيات وتركوا لنا كرسيا ماذا فارغا؟ وقالوا هذا الكرسي لعلماء من؟ لعلماء الشيعة لماذا لا يأتون ليمنؤونه؟ الآن جئنا لكرسي واحد من هذه الكراسي حتى نقول لكم ماذا يقول علماء الشيعة فتعلموا بأنه عندما لا نجيب على كثير من أسئلتكم وعندما لا ندخل في سجال معكم لا لأننا لا نستطيع أن نجيب لكن عندما تضطرون لذلك وأنتم الذين بدأتم هذه الأبحاث وإلا أنا صار للسنين أخرج على الفضائيات ولم أعرض للمثل هذه الأبحاث وليس من منهج الدخول في مثل هذه الأحاب لو خرج على إمام زمانه كما خرج معاوية على من؟ على الخليفة الرابع على حد استلاحهم أيضا تخرج تسقط عدالته أو لا تسقط لا شهادة فأكبر لكن الغريب يأتي ما أدري سبع ذلك صار لي وقت أكبر الغريب الغريب أنه من يخرج على الخليفة الأول يكون كافرا ويكون كافرا ومرتدا وتسمى قروب الردة ولكنه من يخرج على علي يسمى ماذا؟ مستهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر